لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها موقع أنا السلافي يقدم لكم هذه المادة الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبي وصحبه وبعد ومن المعينات والمراغبات في التهجد قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود قال ابن العربي رحمه الله الصلاة تسمى تسبيحا لما فيها من التسبيح قال ابن جرير هي الصلاة بالليل من أي وقت صلى إذن قوله تعالى ومن الليل فسبحه وأدبار السجود فيها إشارة إلى صلاة الليل إلى التهجد الأمر بالصلاة بالليل من أي وقت شاء وقال مجاهد ومن الليل أي من الليل كله ومن الليل أي ومن الليل كله وقوله تعالى ومن الليل فسبحه لم يحدد وقتا من الليل دون وقت وإذا كان ذلك كذلك كان على جميع ساعات الليل يعني جميع ساعات الليل هي تصلح لصلاة الليل وللقيام وإن كان الأحب والأفضل الثلث الآخر أو الأخير لأنه وقت التنزل الإلهي من المعينات كذلك أن ينام العبد على نية القيام فهذا يسهل على العبد قيام الليل ويعينه عليه حين يعزم ويجزم النية قبل القيام فينام ناويا للقيام ومنجاة الملك العلام ونية المؤمن تسبق عمله فإن كتب له القيام فهذا هو المبتغى وإلا نال الأجراء على نيته الصالحة وعزمه الصادق وإلى هذا المعنى أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في حديث أبي الدرداء من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه كما عند النسعي وابن ماجه من أتى فراشه وهو ينوي إذن هو ابتداء وعند نومه وقبل نومه نوى أنه يقوم ليصلي من الليل وهو ينوي أن يصلي من الليل فغلبته عينه حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه وكأن الله عز وجل كتب له هذا النوم وقدره عليه لحاجة العبد إليه لمرض أو تعب أو إرهاق وكتب له أجر القيام بهذه النية الصدقة التي كانت لديه وعن أبي ذر أو أبي الدرداء رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى أو كتب له أجر ما نوى والألبن في صحيح الترغيب والترهيب ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها انظر لقوله يحدث نفسه تحديث النفس بالعمل الصالح نية العبد لفعل العمل الصالح إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى أو كتب له أجر ما نوى وفي حديث عائشة في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة كان نومه عليه صدقة رواه مالك النسائي وهذه الأحاديث تشير إلى هذا المعنى المهم الذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليه وهو أن ينام على نية القيام للصلاة والذي يتفكر ويتأمل جيدا في الأحاديث يجدها ليست تسويغا للنوم والكسل وتضييع القيام كما يطبقها البعض فبعض المسلمين ربما ظن أنه مجرد أن يأتي المسلمين وينوي أنه سيقوم للصلاة فإنه بذلك يحصل هذا الأجر والأمر فيه تفصيل أولا كيف يحصل العبد نية من النوايا النية كما نعلم عزم القلب على فعل الشيء انبعاث القلب نحو المطلوب التماسا له أو ابتغاءا له إذن انبعاث القلب القلب أراد القلب أحب القلب رغب كيف تتولد هذه الرغبة وكيف يحصل هذا الحب في القلب إنه لا يكون إلا بمعرفة صحيحة بالله سبحانه وتعالى هذه وحيدة وهي من أهم ما تكون الثانية بمعرفة الثواب والجزاء الذي أعده الله عز وجل للقائمين في الآخرة الثالثة بمعرفة الفضل الذي ورد لهذا العمل الرابعة بمعرفة السنن التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه ويقظته وبالتالي فهو يحرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم خامسا بمطالعة ما جاء عن أسلافنا في اجتهادهم في الأعمال الصالحة فهذا يحفزه ويحمسه وينشطه أو غير ذلك ربما يكون كثرة المطالعة لليوم الآخر أورثته هذا المعنى وهذا التيقظ الدائم والحرص على اغتنام واستغلال الأوقات بخلاف القلوب الغافلة عن الآخرة لكن لابد من شيء يوجد لدى الإنسان يعينه على تحصيل وتحقيق هذه النية ولذلك نقول العبد حين يكتهد في عمل من الأعمال الصالحة ويرغب فيه إنما يكون ذلك ثمرة لشيء ولفعل من الأفعال وأمر من الأمور التي ذكرناه هذا أولا إذن تحصيل هذه النية يكون عن طريق هذه الأمور حتى توجد نية القيام وإلا فأكثر الناس يأتي لفراشه يأتي فراشه وينان لا ينوي أن يقوم بل ربما لم ينوي أن يقوم لصلاة الفجر وهذا لغياب هذه المعاني وضعفها في قلبه فصارت الدنيا هي الهم ولها يجمع ولها يعيش وينام ويقوم ولا حول الاقتناء في غفلة عن الآخرة وبعض المتسننين أو قل بعض يعني من يدخل الالتزام ربما ظن أنه إذا كانت عادته النوم وأحيانا يقوم كان من أهل هذه الأحاديث وشروح العلماء للأحاديث وإن كانت شاملت هذا المعنى لكن ذكروا أولا معنى آخر أهم استنبطوه من هذه الأحاديث ما هو من أتى فراشه وهو ينوي والحديث الثاني ما من عبد يحدث نفسه والحديث الثالث ما من امرين تكون له صلاة بليل قالوا إذن هو اعتاد القيام اعتاد القيام وفي هذه الليلة غلبته عينه فنام إذن الأصل القيام وأحيانا غلبته عينه فنام فهذا يكتب له أجر القيام أما من كان الأصل عنده المنام فابتداء قليل جدا أو قل صعب أن توجد لديه هذه النيل وإن وجدت قالوا فإنما يؤجر على هذه النية يؤجر على هذه النية الصالحة ولكن لا يستوي مع من قام ولا يستوي مع من صلى بالفعل لذلك قالوا ليس مقصود هذه الأحاديث أن يتكاسل المرء عن القيام للصلاة ويكتفي فقط بنية القيام ظنا أن هذه النية تعادل القيام في الأجر والثواب كلا فهذا فهم خاطئ لمدلول هذه الأحاديث إذ لا يستوي في ميزان الله تعالى من قام في الليل يصلي مخبتا منيبا خاشعا قد ترك شهوته من زوجة وفراش ونوم لذيذ ونحو ذلك بل ترك هذا كله وقام يصلي بين يده الله عز وجل مع آخر لما أوى إلى فراشه نوى القيام عزم عليه ثم غلبته عينه فبات طوال ليله نائما حتى طلع الفجر إنما الأحاديث محمول على من كانت عادته القيام وفي مرة نوى القيام لكن لم يستيقظ حتى طلع الصبح فهذا يكتب له أجر هذه النية التي نواها وهي نية القيام وأجر الصلاة التي تعود أن يصليها كل ليلة كرما من الله هذا الوجه الأول إذن عادته القيام فنوى عندما أراد النوم فغلبته عينه فنام يكتب له أجر الصلاة وأجر الني وهناك وجه آخر تحمل عليه الأحاديث أن من نوى القيام عزم عليه ثم نام عنه فإنه يكتب له أجر نيته فقط بخلاف من نوى القيام وقام فعلا يكتب له الأجران أجر النية وأجر العمل قال الإمام الباجي رحمه الله وهو علق على حديث عائشة السابق إلا كتب له أجر صلاته قال يريد الصلاة التي اعتادها يريد الصلاة التي اعتادها إذن عادته صلاة يصليها كل ليلة فغلبته عينه ليلة فنام معناه كتب له صلاة ويحتمل ذلك عندي وجوها أحدها أن يكون له أجرها غير مضاعف ولو عملها لكان أجرها مضاعفا إذن في هذه الليلة التي نام أخذ الأجر ولكن غير مضاعف أما الذي قام فالأجر مضاعف لأنه لا خلاف أن الذي يصليها أكمل حالا ويحتمل أن يريد أن له أجر من تمنى أن يصلي مثل تلك الصلاة أو لعله أراد أجر تأسفه مع ما فاته منها كما في المنطقة على الموطأ إذن ليس تبررا للكسل كما يقوله البعض يعني بالعبارة الدارجة حط النية وشد البطنية لا ليس الأمر كذلك وهو دوما ينام ويضيع الصلاة لا انتبه فربما ضاع حظك من هذا السواب العظيم الوارد لهؤلاء من القصص الجميلة التي وردت عن أسلفنا في قيامهم بالليل ما ورد في خبر عبادة بشر رضي الله عنه وقد ذكرناه قبل ذلك ذكرنا قصته مع عمار بن ياسر ولكن هناك أثر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة خرج ليلة فسمع صوتا يقرأ سمع صوتا يقرأ أو يصلي عن عائشة رضي الله عنها قالت تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بيتي فسمع صوت عباد بن بشر أي وهو يقرأ ويصلي بالليل فقال يا عائشة صوت عباد بن بشر هذا فقلت نعم فقال اللهم اغفر له وفي رواية اللهم ارحم عبادا كما ذكره ابن حجر وأشار إلى صحته في الإصابة وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ويقرأ في المسجد بالليل فقال يرحمه الله وفي رواية أن هذا الرجل هو عباد بن بشر وقام أبو الدرداء رضي الله عنه جعل يبكي ويقول في دعائه اللهم أحسنت خلقي فأحسن خلقي حتى أصبح يعني يردد هذا الدعاء فقالت له أم الدرداء مستغربة ما كان دعائك منذ الليلة إلا في حسن الخلق وهذا لأنهم فهموا أن حسن الخلق يحوز الخير كله وأن حسن الخلق والأدب هو الدين ومن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين وليس أن تجد الإنسان له صفة معينة فيما بينه وبين الناس في المسجد فإذا كان في البيت كانت له هيئة أخرى وإذا كان في الشارع كانت له هيئة أخرى ويتلون كالحرباء ليس هذا من حسن الأخلاق يتعامل مع الناس بما يرضي ربه سبحانه وتعالى عنه ومن زاد عليك في الخلق كما قالوا زاد عليك في الدين وفي المقابل وإن سوء الخلق كما في صحيح الجامع يفسد العمل كما يفسد الخل العسل نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخلق وأن يرزقنا حظا من القيام والتهجد وأن يلحقنا بهم على خير أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم وغدا مع بعض المعينات الأخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين